قال وزير الخارجية البريطاني جاريمي هانت إن رئيس النظام السوري بشار الأسد باق لبعض الوقت وأرجع هانت في تصريحات صحفية استمرار الأسد إلى الدعم الروسي المتواصل لنظامه لكن هانت عاد وأكد أن موقف بريطانيا من الأسد لم يتغير قائلا إنه لا يزال يشكل عقب أمام السلام الدائم في سوريا هكذا كانت الهتفات السورية قبل ثمانية سنوات أراد الشعب أن يسقط النظام لكن الرياح الدولية جرت بما لا تشتهيه سفن الشعب الأسد باق في السلطة هذا ما قاله وزير الخارجية البريطاني جاريمي هانت لكنه قال أيضا إن الأسد سيبقى في السلطة لبعض الوقت وهو ما أتاح التخمين بأن بقاء الأسد لن يكون إلى الأبد بقاء قال هانت إنه جاء بفضل الدعم الروسي لكن اعتراف بريطانيا ببقاء الأسد لبعض الوقت لم يغير بمواقفها تجاه نظام الأسد إذ قال هانت إن بريطانيا لا تزال تعتبر الأسد عقبة أمام السلام الدائم هكذا صارت الدبلوماسية البريطانية على خيط رفيع فهي اعترفت ببقاء الأسد لبعض الوقت دون أن تغير موقفها من بقائه حدث ذلك بينما يهرع بعض العرب لإعادة افتتاح سفاراتهم في دمشق ممن يجهدون في طبيض سورة نظام بقي على أشلاء سوريا وشعبها وينضم إلينا من أسطنبول ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للإئتلاف الوطني السوري سيد ياسر أهلا بك هل حسمت بريطانيا الجدل حول بقاء الأسد عبر هذه التصيحات لوزير الخارجية البريطاني؟ مساء الخير وتحياتي لك ولسادة المشاهدين بالنسبة لي شخصيا ومن واقع معرفتي بالموقف البريطاني كأتلاف وتواصلات يجريها مع الدول الصديقة نعلم بأن بريطانيا متازال متشددة في موقفها إزاء الأسد وبريطانيا من الدول التي نفتت ضربة عسكرية ضد قوات الأسد حينما استخدم السلاح الكيميائي وأعلنت بريطانيا حين ذاك بأن لديها أدلة دامغة بأن الأسد ضرب الشعب السوري بالكيميائي وبالتالي هذا كله يضعها أمام استحقاقات لا يمكن أن تقبل ببقاء بشار الأسد هذا من جهة وحينما يصرح المسؤول البريطاني الآن الوزير البريطاني حينما يصرح بأن الأسد مع الأسف باقي لبعض الوقت هو يريد أن يلقي المسؤولية على روسيا تحديدا بهذا الصدد ويقول عليها أن تتحمل مسؤوليات دعمها للأسد وهي مسؤولة ليس فقط عن دعم السلام في سوريا في المنطقة برمتها وأنا أعتقد بأن هذا التصريح لم يغير شيئا بل على العكس تماما جاء واضحا بالأسرار على ذات الموقف من الأسد لكن سيد ياسر هل حصلتم على تفسير من قبل الخارجية البريطانية بخصوص هذه التصريحات تحديدا التصريح بحد ذاته ليس جديدا نتذكر بأنه منذ عام 2017 تماما بشهر يناير صرح وزير الخارجية جونسون آنذاك وقال بأن الأسد إذا ما تم التوصل إلى تسوية سياسية فيمكن أن يشارك بانتخابات لكن الآن هذا التصريح هو أكثر تشدد من الأسد من التصريح السابق الذي قاله الوزير السابق حينما يقول بأن الأسد باق مع الأزف لبعض الوقت يعني لن يكون شريكا أطلاقا بالعملية السياسية وهو يؤكد بأنه يعطل العملية السياسية ولكن كما ذكرت في كل التصريحات نعم ذكرت أن بريطانيا فقط أقول لي أن هذا واضح ومؤكد فيما عبرت عنه منذوبة بريطانيا في مجلس الأمن حينما طالبت محاسبة مسؤولي النظام باعتبارهم مجرمية حرب وبالتالي الأمور تفهم بشكل واضح من باب واسع حينما يكون هناك سلسل منطقي وترابط بريطانيا نزعت أو صرحت بأن الأسد فقط شرعيته ابتداء من 2011 هذا واحد اثنين نفثت ضربات عسكرية ضد بشار الأسد وقالت بأن لديها أدلة دامغة بأنه استخدم السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري اثنين وأيضا المندوبة البريطانية في آخر تصريح بشهر سبتمبر 2017 قالت بأنه وطالبت مجلس الأمن بمحاسبة رموز نظام الأسد المسؤولين عن ارتكاب جراء حرب وفضاعات بحق الشعب السوري وبالتالي هو الآن الوزير هيت يريد أن يقول بأنه يعني نحن على موقفنا لكن روسيا تتحمل المسؤولية وعليها أن تبدل شيء وهذا الوقت المحضوض وكان هو أيضا الاعتراف بريطاني بالنفوذ الروسي سيد ياسر في سوريا أشكرك على كل حال سيد ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للإتلاف الوطني السوري وأيضا لضيق الوقت للأسف كن هناك العديد من الأسئلة لكن ضيق الوقت لم يصعفنا شكرا جزيلا لك